سترة وبنطال أزرق كان قد اشتره مال العيد كل ما تبقى من رائحة الطفل اليمني مراد المروعي وأب يجهش بالبكاء السنة التاسعة من عمر الطفل اليمني كانت الأخيرة بعد أن قتل في انفجار لغم أرضياً على شاطئ محافظة الحديدة الغربية زرع خلال الحرب دفاتر الطفل وأوراقه كانت تعبد له الطريق إلى مستقبل مشرق إلا أن الظروف الاقتصادية الصعبة جعلته يجوب طرقاً أخرى باحثاً عن بعض القمامة ليبيعها لكسب لقمة عيشة كريمة لم تتمكن هذه الأم الثكلة التي تقبل صورة ولدها باكية من أن تلملم بقايا طفلها بعد أن انفجر به لغم في محافظة الحديدة وأن تقوم بدفنه كما يليق به إذ تحاول أن تكتفي فقط بلملمة دموعها عجزة عن تجاوز ما حصل أصلاً أمر حلما تخيلنا أنه يخيي شيء يموت بدي الطريقة أصلاً ولم صدق الله حتى لأنه نعمت لأننا لم نرى ما قال صح أننا لم نرى ما قال لكن لم نرى ما قال حتى الآن لم نصدق الله كبير صد بحالة نفسية أنه في الانفجار هو موجود مع أخوك حتى الآن تتعوّر في الآن من أن الانفجار كان لغم تتعوّر في الآن الآن حتى لو سمع الصوت أي صوت جاي يخاف يخاف حزبه صوت لغم أي انفجار يخاف منه طوالي اختفى الطفل اليمني فجأة بعد أن خرج مع أخيه ليمشط الشاطئ بحثاً عن أي شيء يصلح بيعه ولم ولن يعود إلا أن فاجعة مقتله تعود كل يوم آلاف المرات لزيارة هذا البيت اليمني المنكوب جميعاة أم حظم حظمة اشتراف